اهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج الحكب السياسي. يومين بس بيفصلون عن انطلاق العجل الاولى للانتخابات النيهبية وفتح سنضيق الاقتراع للبنانيين الموجودين في الخارج. وهيك رح تخوض وزارتي الداخلية والخارجية اولى محطات المعركة ورح تختبر تحضيراتها اللوجستية والتقنية يوم الجمعة مع اقتراع الناخبين المسجلين في الدول العربية ويوم الاحد للمسجلين في القرات الخمس. وبالوقت يلي بدأ فيه العد العكسي ليوم 15 ايار وبلشت المسافة الفاصلة عن هيدا الموعد تنقص. عم بتزيد حماوية المعركة وعمليات التجيش وتشد عصب الناخبين واستنفارهم. خاصة بالمناطق يلي فيها وجود حزب كبير. هيدا غير الحرب الكلمية وتبادل الاتهامات بين الطيارات والاحزاب حتى بين الحلفاء على نفس اللوية. وكان اخرا كمان اتهام رئيس الطيار الوطني الحر جبران بيسيل الاخرين بدفع رشاوة انتخابية واموال خيالية وهجومه على حلفائه ببيروت التانية غامزا من قناة رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الأمير طلال ارسلين. كل هذه المواضيع رح نحكي فيها اليوم مع سعادة الأمير العام للحزب الديموقراطي اللبناني الأستاذ وليد بركات. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني بداية رح نبلش بالملف الاكثر حماوة ملف الانتخابات. يوم على بعد 11 يوم عن موعد الانتخابات. كيف استعدادات الحزب الديموقراطي اللبناني لخوض هذه المعركة؟ طبعا يعني الحزب الديموقراطي لديه مرشحين ببيروت. يشوفوا عليه بالبقاع الغربي وبالجنوب. نعم. وبالمتن. التحضيرات جيدة. تحضيرات جيدة. وتجاوب الناس معنا ممتاز. لأنه تعرف يعني في قاعدة شعبية أساسية للحزب الديموقراطي في هذه المناطق اللي أعلن مرشحينه فيها. وأيضا في بيروت. إن شاء الله يعني بتكون النتائج جيدة وممتازة. نحن متأملين خير. لماذا تعتبروا هذه المعركة هي تاريخية بمصير لبنان؟ أو الأبرز بتاريخ لبنان؟ لا. نحن لا نعتبر أن هذه بصدر كلمة أن هذه أبرز من أبرز المعارك بتاريخ لبنان؟ لا شك أنه اليوم البلد عم يعاني ما يعاني. هذه الانتخابات ممكن تكون محطة لإنقاذ البلد من ما يعاني. فإذا أنتجت هذه الانتخابات عقلية سياسية جديدة في إدارة السلطة وفي إدارة البلد، ممكن تكون محطة تاريخية. أما إذا كانت غير هيك فحتكون مثل سابقاتها. يعني هي، هذه فيك تعتبرها محطة دستورية. يعني أنه بكتروح تعمل امتخابات. يعني واضح حدثك ما بتعتبرها الأبرز؟ ماني شايفها الأبرز. ولا تاريخية ولا شيء. انتخابات عادية بتعتبرها؟ أنا برأي انتخابات جاية بتوقيت مفروضة. يعني أنه بكتعمل امتخابات. مفروضة مفروضة بأرار؟ لا، مفروضة تاريخية بتوقيت تاريخ. بالدستور؟ دستورة. ما في تأجيل، ما في رغبة عند الكتلة البرلمانية إنها تروح تأجل بدأت عمل انتخابات. فالتوقيت هو اللي حكم هاده الانتخابات. لذلك أنا يعني إعطاء إنه هاي تاريخية وهي دي مفصلية وهي دي. هيدا حكي نحنا مرات منكبر الحجر. من دون ما... خلينا نفكر كيف... بس أنه مبارح بحديثه ألمير طلال كان عم يحكي بهيدا الجوة أعلن هيدا الموضوع مبارح بمقابلته. غريب يعني اليوم. كل العالم وكل الأحزاب وكل التيارات في لبنان تعول على هذه الانتخابات. سعادة الأمير العام حضرتك ما بتلاقي فيه ضرورة لإجراء الانتخابات؟ لا مش مبلاقي. بغض النظر عن التوقيت أو الانتزام الدستوري بهيدا الموضوع؟ مش مبلاقي فيه ضرورة أبدا بالعكس الانتخابات محطة؟ هي محطة دستورية يجب أن تجرى لا أكثر ولا أقل هي واحد. الشعارات اللي عمالي بتنخالط تحت منا الانتخابات عم تاخدها إلى منحة آخر بس النتيجة شو حتكون؟ شو رح تكون النتيجة؟ أنا برأيي هي ذاتها هي ذاتها ما رح يتغير شي؟ ما بعتقد رغم كل يلي ما رأينا فيه؟ ما بعتقد يعني التغيير يمكن ممكن يكون نسبي وببعض المناطق وببعض المناطق اليوم الوضع يلي وصلنا فيه في فرق كتير كبير بين الالفين واتمنتاش والالفين واتنين وعشرين صحيح؟ صحيح اليوم شو السبب توصلنا لهون برأيك؟ أول شي خلينا نقول اللي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم هو النظام السياسي فيه نظام سياسي بالبلد للأسف خرب البلد يعني وهيدا النظام سقط نحن داعينا بالالفين وتسعة لعقد مؤتمر تأسيسي لإعادة تكوين النظام صحيح على أسس وطنية صحيحة صحيح يوم شنت علينا حملة كتير كبيرة أنه مرنا نعمل متالة ومراضة بس أنتو دعيتو بمؤتمر تأسيسي طبعا أنتو دعووا لإعادة التركيبة من أول وجديد ليس بالضرورة تعيد التركيبة كلها بس أنت بحاجة لأنك تقعد على طاولة حوار وطني حقيقي بتسميها مؤتمر تأسيسي بتسميها مؤتمر حوار وطني بتسميها لقاء تبحث بشوائب هذا النظام تزيل شوائب هذا النظام على ضوء التجربة اللي مر فيها لبنان من قيامه حتى تاريخي وتعزز التركيبة الوطنية على قاعدة عقد اجتماعي جديد ما حدا بدو يلغي حدا يعني هيدا المؤتمر التأسيسي ما حدا اليوم ما حدا لا المسيح هيلغي المسلم ولا المسلم هيلغي المسيح ما نحنا رحنا على المناصفة طيب ليش بتكون تروحوا يعني هيدا نظام شو اللي ما عم بيمثله أو شو اللي عم بيمثله خطأ شوف هيدا نظام ولاد أزمات ما ننشكل حكومي في مشكلة ما نعمل انتخابات رئيات جمهورية في مشكلة ما نعمل تعيينات في مشكلة في مشكلة هاي البلد مشكلته الأساسية في النظام اللي حاكمه حتى بالقانون الانتخابي نحنا مننا وطن ولا مننا أوطان مننا اللبناني لبناني عن جد الى اي طائفي انتما ولا اي مذهب انتما ولا بدنا نعمل تمييز عنصري بالبلد يعني تخيل بلبنان مثلا انه في طواقف ممنوع تاخد حقائب سيادية مثلا سموا حقائب سيادية يعني فيه طواقف فئة اولى وطواقف فئة تانية كيف هيدا المنطقة هدا معاش موجود ولا بأي مكان بالعالم نحن بحاجة لإعادة تركيب البلد على قصص وطنية يعني من الآخر شو بتدعو؟ انصهار؟ نعم ندعي لا لا لبنان دولي موحدة هيا الفيدرالية والكونفيدرالية كلام فاضي بسما هيدا النظام يلي نحن فيه اليوم كمان نظام مركزي نظام مركزي بس التطبيق جينا عملنا الطائف نعم خدنا ما يناسبنا منه ورفضنا البيق ورحنا عالدوحة وطيارنا البيق من الطائف كل شي عم بيصير بالبلد من الحرب الاهلية حتى تاريخه ما بديش احكي عن مرحلة الحرب الاهلية كله عم بيتفصل على مقاسات على مقاسات زعامات او طواقف او اشخاص بس سعادة الاميل عم مش عم بيتفصل على اساس وطني بس بها النقطة بالذات حضرتك عم تحكي انه عم بيتفصل اليوم التفصيل وقت اللي في شي بيعلى على الدستور والقانون هو بقوة ما هذه القوة اليوم معروف وين موجودة اليوم اذا عم يتفصل شي اعلى من الدستور ومن النظام ومن التركيبة السياسية اليوم عم يتفصل بقوة السلاح والليوم السلاح وحامل السلاح هو حليف كون شوف بغض النظر عن اي شي انا انا اول شي انسان لبناني وطني بغض النظر عن موقع الحزبي والسياسي بس انا التزم بايمان وطني عميق اليوم سلاح حزب الله شو عم يلي بيعمل هيدا الشعار المرفوع حتى اللي عم بيخوض الانتخابات بوج سلاح حزب الله هيدا كلام غير مقبول وغير مرفوض ومرفوض كليا يا عم البلد عم ينهار الناس ما معها تاكل انا ابن ضيعة طلعت على ضيتي كانت ضيعة تعج بالناس يوم العيد ما في احدا يا شيخ ما في عيد للأسف بتفوت على البيوت ما عم كانوا ضيفوك ما عد في ضيافي ما عادي تشم ريحة لحمة الناس ما عندها اكل ما عندها شرب ما عندها دواء نحنا قاعدين نلتهي انه السلاح طيب يا خي هيدا السلاح امريكا مش قادرة تشيله اسرائيل وعظماتها بال2006 مش قادرة تشيله نحنا كيف بنا نشيله بس ليه نقلت اليوم وقت سألتك عن اساس المشكلة رح تلي على الموضوع الاجتماعي اليوم سألتك بسؤال كتير واضح عم بتقلي انه الطائف لم يطبق وما في شي عم يطبق بقى بلبنان متل ما هو لازم اليوم لي ما عم بخلي هذه القوانين انه تطبق هو السلاح اليوم عم نحكي بالدولة اليوم بغض النظر واللي وصلنا الى هذا الوقع الاليم الاجتماعي والمعيشة هو عدم تطبيق القوانين ووصولا الى كل شي بالدستور اللبناني وتركبة الدولة ليش صار في مقاومة بلبنان وفي سلاح؟ لانه هذا النظام السياسي كان نظام عقيم لانه كان في طائفة محرومة لا مش هيك لانه هيدا كان نظام عقيم هيدا السلاح نحمل بوج اسرائيل انا ابن الجنوب انا ابن منطقة الهرقوب انا من الهباري اول منطقة في لبنان تعرضت للتدمير والتهجير سنة 1970 لما كانت المقاومة اجى هيدا النظام السياسي بيع المنطقة هونيك سموها فتح لند للفلسطينيين واعادهم فيها دمرت ضياعنا وصاروا الاسرائيليين كل يوم يفوتوا ويطلعوا نحنا تهجرنا سنة 1970 هربنا على البقاع ودمرت ضياعنا بال74 و73 كفرشوبة دمرت الهبارية طيب بالتالي هيدا النظام السياسي ما دافع عنا نحنا كابناء الجنوب بوجه اسرائيل ما عمنا وارضنا احتلت باثنان وثمانين صار الاشتياح الاسرائيلي وحتلت ارضنا لو كان في عندك دولة عم بتدافع عن ارضها وعم بتدافع عن شعبها ما كان في مقاومة ما كان في مقاومة فلسطينية اساسا اللي جزء من اسباب الحرب كانت هي الحرب الاهلية لا لان ايجوا تايدافوا عن طائف تاني مش ايجوا تايدافوا عن طائف تاني لان انتشروا بالبلد اسرائيل الوقت اللي حملوا السلاح حملوا السلاح مين اللي فوتهم هيدا النظام السياسي طيب لايك انا هاسألك الفلسطينيين موجودين بسوريا لانه في دولة بسوريا في دولة وفي عنونه existing ما في صلاح كارج الدولة لا المقاومة موجودة كانت المقاومة الفلسطينية مقاومة فلسطينية بس ما فيه سلاح اخر يضرب لك الانوف لذلك انا اللي بدي يقولوا انه هاي المقاومة اليوم اللي عم نحكي بسلاحة هاي دي المقاومة حررت مناطقنا حمت حدودنا وهاي المقاومة وقفوا وقفوا وقالوا نحنا ما بدنا نستلم السلطة طفقوا بس يا اخي المشكلة مش عندهم المشكلة بال بس ممنوع تستلم السلطة بممنوع ما بيخليك حزب الله وين خليك تاخد السلطة متل ما انت بدك او متل ما بقيت الافريقاء اليوم خلاني نعترف انه اليوم بالبلد متل ما حضرتك عندك هيدا الرأي فيه رأي مخالف تماما صحيح اليوم بدي اسألك سعادة الامير عم وليد بركات ازا حضرتك اليوم وصلت لالنظام الامثل برأيك بظل السلاح طبع حزب الله واختلفت انت وحزب الله رح يضل يتطبق هيدا النظام ما بعتقد اذا بتوصل للنظام الامثل نعم وبصير فيه حوار حقيقي بين اللبناني اللي قاعدت بناء الدولي بظل في السلاح وبتتفق على سياسة دفاعية نعم تحمي ارضنا وتحمي مياهنا وتحمي ثرواتنا ما بعتقد بظل في السلاح يعني السلاح مش مظبوط كذبة ارتباطه بموضوع تحرير الفلسطين والاراضي المحتلة موضوع تحرير الفلسطين والاراضي المحتلة هذا موضوع وجداني عند كل مواطن عربي بس عم تقول لي حضرتك مشارد ما يتغير النظام بلبنان بس انا اعتقد جازما انه لما من انروح على نظام حقيقي نظام صحيح في هذا البلد نظام قائم على المواطنية مش على الطائفية والمذهبية والعنصرية نظام يحمينا يحمي حقوقنا انا مواطن لبناني انا بدي عيش بكرامي بدي عيش بكرامي ببلدي انا من حقي كون شو مكان ببلدي مثل اي مواطن موجود بالعالم يعني هيدا السلاح هو لفرض واقع ما بالداخل اللبنان انا اعتقد انا مني يعني بحزب الله بس انا من موقع السياسي ومن موقع الوطني ومن خلال معرفتي وتجربتي هذا السلاح هذا السلاح نوجد تيحمينا وحمينا وحررنا انا لو ما هذا السلاح ما قادرت اطلعت عضايتي طي بس حماك من اسرائيل من العدو بس مش كرمال يفرض امر واقع اخر ممنوع يفرض امر واقع انا بقلك ممنوع يفرض امر واقع سياسي داخلي بالبلد ممنوع ومش عبي يفرض امر واقع ما طالب انه هو بدي يسيطر على البلد استعمال السلاح داخل لبنان هيدا مكان كرمال فرض امر واقع وين استعمل وين استعمل يعني عندكم بجنوب بشوية شفنا شو صار شفنا بعين الرماني وقت الاستعمل داخل داخل وبوج اللبنانيين شفنا بالاحديث بسبع ايار وين استخدم انا بدي يحول الحوار لا انه انه بالله اليوم لا انا بحكي باللزامة السياسي برأي انا في قضايا اهم من هذه المسألة بس انا اللي بدي يقول انه في تطخيم كبير يعني طيب ما الاطراف الثاني استخدمت السلاح ما الاطراف الثاني الاخرى استخدمت السلاح ان كان ببيروت ولا بعين الرماني بشوية صار في حادث عرضي وانتهى يعني الناس قلقت وخافت لانه كان عم ينضرب سواريخ على اسرائيل يعني هيدا هيدا هاي القصة بين العشير العربية اللي بي صايدة او عطريق صايدة كمان في كتير مطارح اليوم صار في مواجهة نحنا مجتمع كله مسلح وللأسف روسنا حامي وقوام نلجأ لسلاح اذا خلفت عنا من قوس واذا تجوزت من قوس واذا مات من قوس واذا تقتل قدو جاري من قوس هيدا مجتمع للأسف راسه حامي بس هيدا السلاح بمعناه القووي اذا بدك لم يستخدم في الداخل اللبناني ولن يستخدم وانا لما بدي يستخدم انا بوقف ضده ما هو هو صاحب السلاح ما هيستخدمه حاجة نرفع الشعارات والله يعني نحنا عمالي عمالي منحرض اللبنانيين على بعضهم بهذه الطريقة تعقوا خيل لننقذ البلد ومنشوف شو ما نعمل بالسلاح وبغير السلاح بس خلينا ننقذ البلد البلد حيروح ما عاش في ناس بالبلد لك هيدا مسألة البسبرات ما ليش علاقة بانه ما نوش العالم عبتهرب ما عاش في بشر ما بجوز عم نطرح شعارات كبرى ما بتوافق انه كل اللي عم نعيشه اليوم من وضع اقتصادي ومعيشة وفساد وضرب لكل الكتاعات اللبنانية مرتبط بالمقاطعة يلي حطونا تحت الدول الشقيقة قبل الصديقة وهيدا كله بنتيجة خلافهم مع حزب الله الخلاف يلي عملوا حزب الله معهم تردك تردك انه هيدا الوضع المعيش اللي عم نعيشه اليوم نحنا لانه ما بقى فيه مساعدة ما بقى الدول الواقفة الى جانب لبنان ليش ما بقى واقفة لانه حزب الله السبب الاساسي هو انقسامنا كل لبنانية لو نحنا اللبنانية الموحدين بس نحنا كل عمرنا من قصمين بننخلص منه هيدا الانقسام ايا نظام ايا نظام بتلاقيه هو الامثل انا النظام بنروع دولة مدنية بنروع على دولة مدنية بس بتركيبت الدولة منظل دولة مركزية اليوم حضرتك دولة مركزية طبعا شو بتعتبر التعددية بلبنان بتقيمي بوجود تعددية بلبنان ولا لازم يكون تعددية ثقافية لا تعددية اول شيء احنا في انا تعددية طائفية وانا تعددية ثقافية مش لازم نحميها منا نحمي ابوها منا نحافظ عليها منا نطورها بس نحنا منا نروح على دولة مدنية تحمينا كلبنانيين نظام انا وياك من حقنا نوصل لمحل ما بدنا يخي اذا انت ما بتنتمي حضرتك مسيحي اذا ما كنت مع القوة الاكبر ما بتقدر تعمل بلانتون وانا سني نفس الشي طيب ليه انا مواطن من حقي انه اتعلم واتطبط ويتأملي شيخوتي واتوظف انا بدي ما فيارقة معي مين بيحكم البلد بيحكمه رئيسه بيكون مسيحي ولا درزي ولا سني ولا شيعي بدنا دولة هون لما بتعمل انت هايد الدولي والناس تطمئن على مستقبلها ومصيرها وبتركب نظام سياسي بيسقط السلاح وبتسقط كل هاي الطائفية والعنصرية الموجودة بالبلد بس نحن المشكلة الاساسية اللي عم نعاني منا انه جعب منقسم على نفسه طبقة سياسية منقسمة على نفسه من زمان لليوم شو اللي عمل حرب اهلية بالبلد شو اللي دمر بلادنا هاي العقلية الطائفية والانقسام مانا نخلص منو انا وياك يا خي انا مسيح ومسلم منبوس بعضنا ومنحب بعضنا قد الدني شو شوف شو اللي عم بصير لشو مين احزن من مين لانو في طائفة عم تخوف شعبيتها من طائفة تانية لانو ما في نزام عم يحمي التعددية بلبنان يا اخي حزب الله دايما في طائفة او مجموعة تاريخية انا بحب سميون مجموعة تاريخية بلبنان عم تكون هي لقطة زمام الامور ولقطة الحكم ومستبدة فيها عم بحكي من ايام الدرزية السياسية المارونية السياسية السنية السياسية واليوم نحن بعهد الشاعية السياسية لايك تركب لبنان استاذ جيمي على قاعدة على قاعدة طائفية وعلى قاعدة تحريض الطواقف على بعض على البعض وانا حاسرد مثل هون هاي دي قبل ما نفوت بملف الانتخابات نرجع على ملف الانتخابات انو في مؤرخ كبير بالبلد بيقول انو كان رياض الصلح صديق حميم لتلميذ بالمدرسة بعين تورا نعم مسيحي نعم فكان يلعبه شافوا القصة الفرنسية قالوا يا عمي هاي دا مسلم ما بيستوى تلعب انتو ايه قالوا بس انا بحبه في ايه هاي دا بحبه وحابة بظل اللعب انا ويه قالوا بكرا الشيوم بكون حاط خنجر ولا ضهر وهي دا الضهر بيطعنك فيه بيقول انو ضليت كل ما من كنتو ما بحبه لانصر ظل إلعب معه بس لما إلعب معه فتشوا إذا معه شي ما خافت ان يطعنني بالخنجر إلى أن كبرت ووعيت وادراكت هيك حطين براسنا نعم هيك حطوا براسنا من لما ركبونا لبنان ركبوه على قاعدة المسيحي بدي يقتل المسلم والمسلم بدي يقتل المسيحي وعملوا هذا التمييز شوفوا دولي بالعالم مثل تركيبة لبنان تب يخيل ليش المسيحيين بكل إثنياتهم وطواقفهم مع غير بالدول العالم عايشين بأمان لأنو لأنو ما في دولة بالعالم فيها تعددية وهي دولة مركزية عظيم لبنان لا مش مش هكا فعليا هيك المشكلة أنو زرعوا بعقولنا هايدا هايدا نزهة الصراعات ما ننشيلها من روسطا ونحن مواطنين وننعيش مع بعض صحيح صحيح ساعدت الأمين العام وانتبه الدولة والنظام اللي بيحمونا مش حدم بيحمينا لأخرة النهار صحيح لأشهد دخلك هلا بكرا في انتخابات رئيس جمهورية بعد شوائح سيضبحوا بعض المسيحيين من بدي عمر رئيس جمهوري متل ما سابقا حتى التواقف داخل وبيجرع السيد حسن بيجيب الرئيس البدوية لا لا ما بيجيب السيد حسن حتى داخل الطواقف حتى داخل الطواقف في مشاكل ومعارك ولو الحروب اللي صارت بين الطواقف بداخلها كلها بلبنان استثنين لحدا ما دبحوش بعضهم دبحوا بعضهم إذن اللي بيحمينا هو نظام مركزي ودولة مدنية شرعة حقوق المواطن تكون فو شرعة حقوق الطواقف هيدا هو الحل مش الحل هاي الشعارات المرفوعة اليوم لا اكسب لي كام واحد بالانتخابات النيابية عيب له والله عيب اللي يلعن اختهى هالنيابي إذا براتيجي على قائل التحريض الداس على بعضهم البعض ومزيد من خراب البلد ما نعمل حل أنه نحن وياك بعد الانتخابات إذا أراد عن موضوع النظام وخاصة عن المركز والتعدد دي بالعودة إلى ملف الانتخابات بتعتقد الانتخابات صارت حكما موجودة كله لا هلأ هي بالتحضيرات وبالماشي بس ما بتعرف ما بتعرف شو اللي بيخلي الانتخابات تصير وشو اللي بيخلي الانتخابات تطير أول شي مفروض الانتخابات تصير مفروض مفروض لأنه هيدا تاريخ محدد لازم نعمل برأيك وزارة الداخلية والخارجية قاموا بالواجب تابعون على أتمم وجه معلوماتي أنه وزارة الخارجية يعني وزارة الخارجية وهي علامات الاستفهام تطرح على وزارة الخارجية تحديدا هيدا تشويه يعني تشويه مش بمحله وزارة الخارجية رغم الإمكانيات الضئيلة قامت بكل ما هو مطلوب منها وهيها يعني جهزت كل شي يعني هيدا عندي معلومات مع الوزير والجهاز الدبلوماسي والإدارة اللي بدين يروحوا يتابعوا كلهم سافروا السفارات اتجهزت يعني في عدد كبير من الدبلوماسيين وعملية تسهيل الانتخابات هيدا ما بيلعب عملية تسهيل الانتخابات ما أنه دور أساسي بإجراء الانتخابات بشكل صحيح أكيد طب اليوم وزارة الخارجية بشهادة كتير من الناس بكتير من الدول لم تسهل عملية الاقتراع على المغتربين كيف؟ لأنه وقتل بيكون في زلمة ومرطة بنفس البلد بحطة ألم لحدا منهم بعيد ساعة وألم تاني لشخص بعيد ست ساعة أو سبع ساعات بغير مطرة وهن مجوزين وهن بنفس البيت هيدا عملية هي نفذت ما طلبت منها وزارة الداخلية مين اللي بيقسم وزارة الداخلية وزارة الداخلية بتحطي أقلام الاقتراع وهي بتلزمة كفية وهي بس بس لحظة في حدا بيقسم كيف لازم يكونوا بالألم وفي حدا بيحدد وين بده يكون الألم أنا معلوماتي يعني لأنه أنا سألت لهذا الموضوع أنه وزارة الداخلية هي اللي طلبت الشي اللي صاير برا بالسفارة ولش الوزير أبو حبيب طلع ورد على النائب المستقيل ياس حنكاش وقت اللي قال أنه 21 ألف ناخب بدبي رح يقترعوا بمطرح واحد بالوقت اللي بغير قارة 17 ألف عندهم أكتر من 6 أو 7 مراكز والألم يلي رح يقترعوا فيه مستحيل مستحيل أنه يقدروا يمرقوا الـ 21 ألف بيمرقوا لأنه مضطرين يضلوا لحتى تخلص الأقتراع ديش فيه وقت للأقتراع فيه من الساعة الفلانية لساعة الفلانية بيتمدد بيتمدد ما فيش مشكلة أكيد من هذه المعلومات بيتمدد بيتمدد لأنه بزارة داخلية حتى بالأقلام اللي هون بلبنان طالما هناك من أشخاص يقترعوا بيتمدد بيتمدد لك ما في لعبة برا يعني كمان نحن ما ننطلع شوي كل شي عنا من المؤامرات كل شي عنا مؤامرات ما ننطلع من هاي المسألة هلا أول شي فيش إمكانيات لا توجد أقلامه فيش مساري يعني يعني ميحلي عرضت السلطات الإماراتية أنه تساهم بهذا الموضوع قال إجا إجا العرض مأخر مش مسألة مأخر يمكن بدون تروع مجلس الوزراء ومجلس الوزراء بديوافق على الهبة وما بعد كبير إدارية ما بدنا نفوت بهذا بس نحن عمالي منعمل من البحثة ما بعرف شو يمكن يكون فيه مشاكل تقنية بس مش مؤامرة عم تعملها وزارة الخارجية والوزير بو حبيب وزير بو حبيب زلمة يعني وطني وللكل وزارة الخارجية مش لا طيال وطني لا وزارة الخارجية مش لا فريق سياسي دون غيره الكل موجود بوزارة الخارجية كل موجود من دون استثناء يعني من أقصاها إلى أقصاها وعلى رأس الوزارة شخصية يعني مرموقة تاريخيا يعني معروف مين هو الوزير بو حبيب يعني عنده تاريخ وطني يعني الزلمة وعنده كان بأمريكا وبأسس صام فارس وسفير سابق ما في لعبة بوزارة الخارجية صار صاحبنا جسمه لبيس يعني شو ما بده نزلتو عليه مين صاحبكم هل هو المقصود الوزير بو حبيب ولا الوزير جبران يمكن الوزير جبران حرام يعني صاحبكم أكيد بارح شن عليكم مش مشكلة حملة نحن وجبران واحد نحن والطيار واحد ما في مشكلة نحن عنا مرشح رفيقنا الاستاذ نسيب الجوهري ببيروت التاني نعم ونحن أكيد منا نشتغله وعم نشتغله بكل قوة لحتى يوصل للندوة البرلمانية نعم ومن حقنا يعني نتعاون مع حلفائنا وغير حلفائنا من أجل الوصول إلى هذا الموقع يعني بارح تحديدا بيقول الوزير بيسيل يريدون أخذ المقعد ويقاتلون عليه ولكن ليس بأصواتهم وهذا ليس من حقهم فهم لا يمثلون شيئا ما بيعتقد بيقصدنا لإلنا مين بيقصد؟ ما بيعتقد نحن هم شبهان بس كل المواقع المخبارية أول شيء نحن نمثل وهو بيعرف أنه نحن نمثل ونمثل تمثيل الوازن نعم وما بيعتقد يعني ونحن في بيروت نعم من حقنا في مقعد لطائفة الموحدين درود مثل ما فيه من قاعد الآخرين والمرشح ونائب رئيس الحزب سنناضل من أجل أن يصل إلى الندوة البرلمانية ساعدت الأمين العام الأستاذ وليد بركات شو بتمثلوا بلا حزب الله حضرتكون وكل حلفائكم إلا حزب يعني شو بتمثلوا بلا حزب الله كل مجموعة الممانعة وكوات من يقدر والله حرام هيدا سؤال يعني ما يعني ما بحب يطلع منك يعني لأ عم نحكي اليوم اليوم بموضوع التمثيل اليوم هو حزب الله إجاء أنا رح كور عم بدعم كل حلفائه وعم نلاقي أنه اليوم صار فيه مشاكل عم بتصير مشاكل بين بعض من وراء مين بدوا يكسب الدعم الأكبر تبع حزب الله شو يعني يعني اليوم حزب الله عم بيكون عم بيساعد كل حلفائه ونحن منساعد وننتعوم مع بعض وين عم بيساعدوا لحزب الله معلوم ولوش نحن حلفاء أساسيين لحزب الله أوكي أهلا الموضوع سياسي أكيد بس أزي أنتخابيا اليوم عم بيحكي اليوم أنتخابيا أنا ما عم بيحكي غير أنتخابيا اليوم وين قادرين مش عم بيحكي بس عن الحزب الديمقراطي عم بيحكي اليوم كقوة قم باني قادر أنه الطائف الشيعي بسم الله ما شاء الله بعد سنة أكتر صحيح أكتر عدديا يعني نحنا بعدنا غالبين هم بالعدد صحيح هنين هن موحدين هن غالبين بالتماسك نعم وبوحدتهم. بس نحن غالبينهم بالعدد. طيب موجودين منتشرين في كل المناطق التي فيها تدخل مع حلفاءهم. وبالتالي أمر طبيعي أنه يتعاونوا هنو حلفاءهم بالانتخابات. أمر طبيعي. نحن منعوانون هن بعوانونا. ما نحن واقفين. بس اليوم تقبلوا أنه يوصل نواب دروز بأصوات غيركم؟ ليش الدروز الثانيين ما وصلوا بأصوات غيرهم؟ بأصوات مين يوصلون؟ بشهدتكم حتى أنه اليوم وليد بيك أو الحزب التقدم الاشتراكي يمثل. أكيد. يمثل حتى الأكثرية. ما في شك. نعم. هو يمثل. وكل الاحترام والتقدير له لقاعدته الشعبية أبدا. نحن وأكيد تمثيله وازن وكبير. ونحن نمثل. يعني الإرسلانيين تاريخهم بالبلد 1200 سنة. يعني أنت بتعرف تاريخ المير مجيد. تعرف هذا الرجل يعني هذا من رجال الاستقلال. يعني هذا له باية تاريخي. طيب الظروف عملت. كان المير مجيد لقحته النيابية من الكل. يعني مشكل من مسلمين ومسيحيين ودروز. وكان عنده كتلة وزنة. اليومين اللي خرج عن خط المير مجيد. المير طلال ولا الأميرة حياة الإرسلان؟ لا. ما فيش خطين. فيه المير طلال. عم بيحكي عن الخط التاريخي تبع المير مجيد. لا. المير طلال يعني مش متشبس بخط المير مجيد. هو المير مجيد بذاته. يعني ما فيه يعني. والأميرة حياة. كان ضيفت كمان من هون. ما واقفة يعني. واضح. واضح. تختلف كليا عنه. لا تعبر عن الطيار الإرسلاني. ما بدي فوت أنا. فيه طبع حساسيات وإشكالات بالبيوتات كلها. ما حدا خيالي. بس ما بدي فوت. بس الطيار الإرسلاني طيار وطني عروبي مقاوم كل عمره. كل عمره تاريخيا. نعم. يعني. وما زال. وما زال. يعني في العلاقات مع الإسلامية المسيحية. تعرف انت. البيت المير مجيد دفعوا تمن انه ما دخلوا بالحرب. ما عملوا مليشيا. وحموا الناس. يعني. هيدا بيت وطني. يعني. له تاريخه الوطني والعروبي. اليوم اللي بيعبر عنه المير طلال بمواقفه. يعني المير مجيد هو قد حرب المالكية. فمش المقاوم. نحنا. مع المقاوم. بس هي معنا. معنا. نحنا أساس المقاومة بهذا البلد. يعني. إذا بدك تروح. هوا الإرسلانيين اللي ماتلوا مرأة الإرسلانيين من نهر الكلب. بسن الفيل. بالتالي. هيدا تاريخ محافظ عليه هذا الرجل. لي اسمه طلال إرسلان. هلأ بيطلع صوت من هون. صوت من هونيك. مع كل الاحترام والتقدير. بالتالي. كل إنسان بيعبر عن رأيه. أنتوا اليوم بحالة حياد مع الحزب التقدم الاشتراكي أو بحالة مواجهة؟ نحن والحزب التقدم الاشتراكي فيه اختلاف طبعا. بس اليوم قبل الانتخابات تعتبروا حالكم؟ نحن في حالة منافسة. حتى ما نقول لا فيه تحدي ولا مواجهة ولا فيه منافسة ديمقراطية. نعم. ونتأمل يعني الضل ضمن هذا السياق. مفاوض الأعليم بالتقدم الحزب التقدم الاشتراكي لستيز صالح حديفة كان ضيفة. نعم. ويقول أنه وصلوا رسائل من حزب الله المباشر أنه نحن ما نسقط فلين وفلين وفلين وفلين. أبو فعور إلى ما هنالك من مرشحين لدى الحزب التقدم الاشتراكي. اليوم الحزب عم بيقاتل فيكن ولا أنتوا عم بتقاتلوا بالحزب لأنه حكماً مجرد ما يسقط مرشحي التقدم الاشتراكي عم تكونوا أنتوا اللي عم تربحوا. هذا يوجد منافسة. هذا بعضه بإطار المنافسة. طيب أنه لما استعان أخونا حدايفي بحزب الله وبالرئيس بري بالإبقاءة الغربي ونجح وأبو فعور ما كان عم يعملوا؟ ما كان عم يعملوا؟ ولما استعانوا ببيروت فيون لينجح فيصل الصايخ ما كان عم يعملوا؟ ولما استعانوا بالمتن يعني. هذا كله حكي فيه منافسة. طيب بيت الداود أساس براشية الودي. بمين استعان واقل أبو فعور لا تيلغي بيت الداود؟ بمين استعان؟ استعان بالصوت السني والصوت الشيعي. دعنا نقول الأمور مثل ما هي يا أخي؟ ما عيب هذا الحكي. هذا الحكي التحريض الانتخابي. هذا التحريض الانتخابي. الذي يوصلك لنوع من... لا يوجد لك. أزمتنا بهذه البلد. أزمة أخلاق. الذي وصلنا لهون. نحن اللبنانيين نفتقد إلى الأخلاق. هذه أزمة لبنان. أزمة أخلاقية. لا يوجد أخلاق. أريد أن أعمل سبعة ودمتها لأوصل. لك له ليس هذا. ليس هذا. السماوات بالأبوات. أنه الآن الشيعة يلغوا الحزب الاشتراكي. ويلغوا. كيف يلغوا؟ لا يوجد أن يلغوا أساساً. لا يوجد أن يلغوا. عندما أسقطت وقام وهاب بالانتخابات الماضية. كانت خدمة لمن كانت؟ لمن؟ لالتقدم الاشتراكات؟ طبعاً. لم أسقطت وقام وهاب. كان عامل نائب. كم نيب اليوم تتوقع وتجيبوا بهذه الانتخابات؟ إن شاء الله نجيب كل المرشحين. إن شاء الله أكيد. كل الحزب سيقول إن شاء الله نجيب كل المرشحين. أنا سيكون على الانتخابات. فما فينا يعني أقلانهم. أنا قلت بركب. اليوم طيب. على صعيد المجلسة النيابة. كيف تتوقع المشهدية من بعد الانتخابات؟ أنا رأيي. أنا رأيي التركيبة هي ذاتة. اللي خرج من التركيبة هو الرئيس الحريري وطيار المستقبل. بس التركيبة هل أمين بدي يحل محلهم؟ ربك بيعني. ما رح يتغير شيء برأيك؟ أنا لا ما أني شايف في تغيير. بالعكس أنا رأيي. يعني رح نضلمط رح ما نحن؟ تعرف ليك أنا بحبش إطلق عنده هيدا خط الممانع. أنا هيدا خط وطني. هيدا التحالف. هون في تحالف وطني وهونيك في تحالف وطني. هيدا تخوين. هيدا كله كله كلام بلا طعمي. حضرتك بتحب الكلام هيك. اللائك مثل حضرتك. والخفيف. بس انه اليوم في كمان. يعني كل العالم بتسمي هيدا الخط. هو وحتى. يعني السيد حسن بقول نحنا ممانعين. لايك نحن اللبنانيين لازم نقول يجب أن تتكافأ أساليبنا شرفا مع غياتنا. حتى نبني بلدنا. بس إذا منا نقول أنه الغاية تبرر الوسيلة وصلتنا لهون. من شان هيك لازم يكون عنا أخلاق في كل شيء. قبل ما اختم معك. حضرتكم من هذا الخط الوطني. مظبوط. إلى ما هنالك. إنتو اليوم إذا رح يرجع هذا المجلس النيابة إلى مكان عليه. شو رح نستفيد. شو رح يتخيل بالبلد. ولا شيء. رح تضلوا متناشين بها الأزمة. أنا بدي طمن الشباب اللي متحمسين كتير. وعب. خط الوطني هيدا حيكون عنده الأكثرية. نعم. ورح نضال النازلين بالمهوار. ورح ينعجها النام. نحنا. ما في رؤية. ما في رؤية عند حدا. ملتهيين ببعضنا. طيب إذا أنتو أكثرية معتكن رؤية. المسألة بهاي البلد. مش أكثرية بتحكموا أكثرية من عارض. محكمين بهيدا النظام بالتوافقية. بالديمقراطية التوافقية. لذلك. نحنا إذا ما وعينا لحالنا كلنا. كلنا مسؤولين. ما حدا يشير حاله من المسؤولية. إذا ما وعينا لحالنا. لا المجلس النيابي حيغير. ولا رئاسة الجمهورية حتغير. بدك وعي وطني. بنا نرفع منسوب الوعي الوطني لدى هذه الطبقة. السياسية العفني. واللي وصلتنا لهون. هي ذاتة رح ترجع تحكمنا. وانتم بتحلفين مع لك تريف. هي ذاتة رح ترجع تحكمنا يا أستاذ. يا حبيبي. لذلك هاي الشعارات اللي عم نرفعها. هاي الشعارات اللي عم نرفعها. هاي حرام. عم بيكسبوا عن الناس. تعووا. لنشوف كيف منا نركب بلدنا على قصص صحيحة. وننقص بلدنا. وكلنا نتقاوم مع بعض. بنهاية هذه الفقرة. السعادة الأميل العام للحزب الديمقراطي اللبناني. الأستاذ وليد بركات. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام فاصل ومن تابع الحاكم السياسي. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا فيكم عن جديد ببرنامج الحاكم السياسي. ويصرني رحب بالصحافة الأستاذ جورج علم. أهلا وسهلا فيك أستاذ جورج. شكرا مني علم وشهلا. يعني بداية كم يوم. وبتبلش العملية الانتخابية. الاقتراع بالعملية الانتخابية. تعتقد رح تقطع هالمرحلة على خير. ورح نوصل إلى مجلس نيابي جديد ب16 أيار؟ المناخ العام أن الانتخابات قائمة. دون أن نشك يعني أيام قليلة ويبدأ المغتربون بالانتخابات. يعني هذا الأمر قائم. لكن دائما هناك ما يسمى بحوت المفاجأة. الذي قد يبطل على كل الفرص. هذا الحوت قائم في لبنان. مين الحوت أو مين يملك هذا الحوت؟ الحوت هو طبعا أن نحدث شيء غير متوقع. إن بالسياسة أو بالأمن. يؤدي إلى تعجيل الانتخابات. خارج هذا الاحتمال اللي أنا أقول أنه نسبته كثير قليلة. ولكن احتمال قائم. خارج هذا الاحتمال نحن أمام انتخابات وأمام طبعا عملية اقتراعية. قد لا تكون مشالية بالمعنى المفهوم الديمقراطي. يعني بالدول الديمقراطية اللي قائمة فعلا على أحجاب وعلى برامج عمل وكذا. لكن الانتخابات باعتقادة إن لم يحصل ما هو خارج الحسابات فهي قائمة. ستططر الانتخابات. بظل الوضع الاقتصادي والمعيشي اللي عم بعيشوها اللبنانية. أين رح تتأثر الانتخابات ونتائجها بهيدا الوضع؟ الحقيقة يعني بدأت تتأثر. لكن بالمقابل نشوف إنه هناك مال سياسي في البلد. نعم. نحن نخفي هالحقيقة هاي. أو اثنين هناك نوع من ما يسمى يعني الإعانات أو الإعاشي أو طبعا. وهلأ عم يحكى على الصندوق المشترك الفرنسي أو السعودي. يعني نحن أمامها تقريبا سبعين مليون يورو. طبعا سوف تشمل قطاعات صحية وإنمائية لما هنالك. لذلك باعتقادي أنا اليوم أنه الانتخابات مرح تتأثر بارتفاع سعر الدولار أو بالوضع الاجتماعي الاستشفائي القائم وهو مزري إلى حد كبير. صحيح. لكن هذا لم يعني لن يؤدي إلى تأجيل الانتخابات. لا يؤدي ما يؤدي إلى تأجيل الانتخابات أما أن يحدث شيء كبير في المنطقة أو لا شمح الله شيء أمني كبير في لبنان يعيد خلط الأوراق ويؤدي إلى تأجيل الانتخابات حكما. خارج هذا الاحتمال أو هذين الاحتمالين أنا باعتقاد على الانتخابات القائمة. يعني بطريقة لم تقلها حضرتك يلي قادر يعمل حدث أمني بالبلد هو معروف مين؟ إذا صار أي حدث أمني اليوم تتوجه الأنظار لحزب الله؟ حزب الله يملك السلاح وهو الحزب الأقوى على الساحة اللبنانية. يعني هو قادر يعمل؟ لكن اليوم السلاح هو عند كل النياش تقريبا. يعني اليوم ما في مواطن. قادر مين مكان يعني يطير الانتخابات؟ أنا برأيي لا مش مين مكان. أنا بقول أنه على هذا يطير الانتخابات دون أن الشك سيكون هناك قرار سياسي. يعني أنا أخشى من فولة مثلا بكذا منطقة يوم الانتخابات. من خلال سنديك الاقتراع أو من خلال مناوشات أو من خلال كذا. وأدي أنه في عيوب للانتخابات وأدي لتعجيلها. أن هذه الانتخابات تشبه عيوب كثيرة. طبعا هذا احتمال عن نقول نسبته كثير ضائلة. لكن باعتقادي أنه اليوم برجع بشدد الانتخابات بخمس عشر أيار هي قائمة. لا أقول حتما وحكما لكنها قائمة بنسبة عالية جدا لأنه هناك قرار دولي كبير بإجراء هذه الانتخابات. ولو عاد القرار إلى ما يسمى التحالفات أو الكتل الأساسية في مجلس نواب فباعتقادي ما هلأ له مصلحة بهالانتخابات. لكن فيه قرار دولي وهاجل القرار الدولي الكبير مرتبط ربما بالبرنامج عمل قاش في لبنان. رئيس تحرير موقع السفير الشمال للصحافة غسان ريفي مبارح ضيفي بيقول أنه تخيل الوضع. الانتخابات تجرى بنهار خمس عشر أيار في طرابلس. وتم اكتشاف جثث الضحايا قارب الموت. يعني أولا رحمة الله للضحايا لشعر. كارثي وطني دون أنشك. وكارثي يتحملها طبعا كل هذا الطاقم السياسي الذي أوصل البلد إلى ما هو عليه. يعني نحن عصفحنا عمام تقريبا مراكب الموت التي من خلال مراكب الموت يأمل المواطن ببسيس عمل. لكن علي أن أذكر بأمر جد مهم أن حادث البحر المؤسف لم يعد إلى تغيير الانتخابات. حتى لو طلع الجسس وبتعرف شو بيصير بالشميع. أنا برأيي لم يعد إلى تغيير الانتخابات بشهور في استعاب لعلها. لا شك الله اليوم جا فيه. أرار بتطييرها. لو فتايشي على الطريق بدأت تطييرها. تعدد اللوائح وتشتتها خاصة عند الكواء التغييرية. برأيك كمان قديش رح ينعكس على الوجه التغييري طبعا المجلس النيابي. رح نوصل إلى تغيير ما. حقيقة نحن أمام فوضى انتخابية كبيرة. وخاصة على الصعيد التغيير. أولا فيما يتعلق بتعلياد اللوائح بهذا الشكل الكبير. أنا برأيي سوف يترك يعني مجلات وصغرات كثيرة خصوصا ما يحقى عن الحاشر الانتخابي. لأن هذا سوف يؤثر بشكل أو بآخر بتطالع الأشوات. فيما يتعلق بالتغيير. التغيير أشبح الشعار. لكن هذا الشعار بحاجة إلى جسم متكامل. وأنا من أنشار التغيير ولكن أنا كتبت الكثير من المقالات. والكثير من الأطلال التلفزيونية كنت أشر على أمرين. قيادة موحدة لهذا الطيار التغييري الكبير. قيادة موحدة. وياللي ما صارت. أنا مانع نقول إنه والله رئيس ونائب رئيس. لا قيادة. قيادة جمعية خي. سبعة، ثمانية، عشرة بلتقوا حول طولة بياخدوا قرار. أثنين هيكلية التغيير. بدي هيكلية. بدي أشتري كثير. بديك يعني جهاز عملي كذا موجود. وهذا مش موجود. ثلاثة الشعرات. غرانين بالشعرات. التغيير التغيير عال. وما جبعت خمس ساعش عيار ووصل التغيير لخمس ساعش عيار وأخدوا نسبي. ما بتعتقد المشكلة إنه في كتير برامج مش بس شعرات؟ لذلك عنقول إنه ما في برامج ما في برنامج موحد. صار كثير برامج صحيح. التغيير اليوم بدي أقول إنه والله نحن كطيار تغيير في البلد أثبتنا حضورنا بالساحات 17-20-2016. نحن إذا وصلنا عنا نقطة 2-3-4-5 هذا هو برنامج عملنا. هذا هو التغيير الذي يأمله لبنان. بساعتها فعلاً عنا سيئة بأنه هناك تغيير إذا استلم مقاليد السلطة يستطيع أن ينفذ برنامج العمل. اليوم شو عنشوف؟ عنشوف هذه الوجوه التغييرية أصبحت موزعة داخل كتل. موزيك هون وهونيك وحتى ببعض الدوائر عنشوف إنه في كتلة وحدة ولكن كتلة ضعيفة بمعنى إنه برنامجة بهالدائرة الانتخابية مختلف تماماً عن اللايحة التغييرية التانية في منطقة أخرى. واتنينة تحت شعار التغيير لذلك ما فيه تنظيم جلدي بمعنى إنه هذا ما أصابع التغيير بربما نوع من الفطور ونوع طبعاً من عدم الحماس الذي كان وجود بالانطلاق الذي انطلق في تفايا. كان مفروض من الأساس وكننا ننادي يا جميعا واحد السفوف عملوا قيادة موحدة من ناس طبعاً يحزون ثقة الشعب ثقة الشباب ثقة يعني هذا الدم التغييري. ومش سمى أن يكون هناك هيكلية وبرنامج عمل واضح حتى الناس اليوم إذا ما تنزل على سندك الاقتراع إنه إخيي أنا راح أنتغيب على المسروع هذا. لأنه إذا وصل هذا الشخص أو هذا اللائحة أو هؤلاء الأشخاص إلا من النواب عنده برنامج عالم مولادة فشو عمنا؟ رجعنا اليوم نشوف أنه تقريديين سرقوا شعارات سرقوا شعارات تغييريين. هن العناده اليوم بالتغيير وكذا وهن الذين أوصلوا البلاد. أصدق الوزير جبران باسيل؟ جبران باسيل وغيره. جبران باسيل وغيره طبعاً جبران باسيل. تقول يعني اليوم الطيال الوطني الحر يكون عنده مشروع انتخابي مثل اللي أطلقوا الوزير جبران باسيل. عم يقعد كمان مرة جديدة بالكهرباء وبالسدود. يا خي عظيم عال ولكن اليوم جبران باسيل ما هو بالسلطة كمان. يعني مشكلة جبران باسيل اليوم لك وبالمعارضة. أنا أقول لك إنه بيكتشح كل لبنان. لأنه عنده حضور بالسحات وعنده خطاب. ولكن جبران باسيل اليوم إليك ست سنوات غير. ستة بس؟ ستة بالرئاسة؟ يعني عنقل حطه أنا شبت بالرئاسة. أنا ما بدي حمل المسؤولية واحده. يعني اليوم ما في طرف معين في لبنان. بتحمل المسؤولية واحده. ولكن بالنسبة لي أنت اليوم ما في تقول إنه والله. بدي أعمل و بدي أعمل. ما كنت خيين. ما درت عني. شو منعمل. نسبة المشاركة بالانتخابات القادمة بتعتقد رح تكون مرتفعة متدنية. موضوع المقاطعة. شو رح يؤثر عليه. رح يكون في مقاطعة عريضة. اليوم عم نشوف يعني من الواضح صار إنه المقاطعة يحكى بمقاطعة لدى السحة السنية. اليوم صارنا عم نشوف في حركة زايدة قبل الانتخابات للسفير السعودي وصفراء دول الخليج عم بيطالبوا بعدم المقاطعة. وحتى دار الفتوى اليوم علنا عم بتطالب بالمشاركة بالانتخابات. شو رح يؤثر كل هيدا الجو على موضوع نسبة المشاركة بالانتخابات. لك فيه ثلاثة أشلحة دخلت إلى المعركة من شأنه أنه ترفع نشبة الابتراح. نعم. إجابة نرجع هلأ لو لضع علي. اليوم إجابة قللي أنه عبكرة تماما. نعم. يعني عبكرة الخميس بدي أمل انتخابات. أنا بقلك أنه النشبة تتعدى ثمينة وثلاثين. ماكشموم أربعين بالمئة. نعم. منها المشاركة. لكن اليوم بدي أقول أنه فيه ثلاثة أشلحة دخلت إلى المعركة. أولا التجييز المزهبي والطائفي والسياسي. فيه تجييز بالبلد يعني مش معقول. نعم. اثنين هو دخول المملكة العربية السعودية وبعد دول مجلس تعاون الخليجي. على الخط مش خط الانتخابات العودة إلى لبنان العودة إلى لبنان. وإحداث ديناميقية لأن يكون هناك اكتراع خصوصا من قبل الطائفي السميجي. نعم. وهذا الأمر طبعا عبر عنه شماحة مفتر الجمهوريين بارح بخطاب العيد كان موضح. رغم أنه رئيس سيارة المستقبل سعد الحرير ورئيس سعد الحرير وكذا معروف وموقف. الأمر الثالث بكل صراحة بدي أقولها هاش الوضع المجري اجتماعيا واقتصاديا واستشفائيا أكتار يتأثرون بالدولار الانتخابي. إذا في دولار الانتخابي أنا برأيي هذا من شعنه أن يغير المعادلة خصوصا في البيئات الفقيرة. الفئات الفقيرة والمعوذي المال السياسي يفعل فعل العجائب وبالتالي يكون الولاء السياسي هو لمصلحة آني فردية. بتقول لي الله أنه والله فيه شفافية انتخابات وما فيه مال السياسي وكذا بقول لك ما عندي دليل أنا بس أنا عن نحكي أنه هذا احتمال قائم. نعم. وبالتالي دوم إذا كنا نريد فعلا أن تشارك الطائف السنية الكريمة بفعالية في هذه الانتخابات ما بتتأثر فقط يعني أنه والله برغبة المملكة العربية السعودية أو بكلام شماحة المفتي. أو تتأثر بكلام الرئيس الحريري. أنا برأيي أنا برأيي طبعا هذا تأثير له حدود معينة لكن في البيئات الفقيرة عند الطائف السنية الكريمة أنا برأيي المال السياسي هو الذي يحرك العصبية. وبالتالي هذا الأمر من شعني إذا كان موجود أن نرفع نسبة الاقتراع من الآن حتى 15 عيار لكن برجع بقول إذا ما تعمل الانتخابات بكرة النسبة ستكون ضحيلة جدا. أضف إلى ذلك هوني شمح لي كمان أنه عن نرجع نقول إنه تعدد اللوائحة عن يضيع كمان الناخب. يعني بالحماسة هون عم تحكي بالوضوع الحماسة. عن يضيع الناخب. الناخب أنه خي طيب أنا بدي أنتخب فلان وبدي أنتخب فلان هاي دي بالواحبك تنتخب ليش دا. يعني. واسم بصوت تفضيلة واحد. نعم. يعني إذا حرطتك ماشلا بيغير الليحة وأنا بدي أنتخبك ولكن أنا ملتج بها الليحة ما في أنتخبك. صحيح. هاي دي مش عنا كمان أنه تؤثر على. يعني الأنوق الانتخابي برأيك كمان. طبعا طبعا لشكل. الباحث ربيع دندشل مبارح بيقول من الحكب السياسي إنه طيار المستقبل عنده مكينة انتخابية بتعمل بكل مناطق لدعوة الناخبين لعدم المشاركة والمقاطعة. رأيك شو عم بجرب يعمل الرئيس الحريرة؟ شو هدفه من هذه المقاطعة؟ لا هون يا خلينا نحكي بزعامة. هل هو صراع على الزعامة لا أكثر؟ طبعا طبعا طبعا. بظل كل ما يعيشه لبنان واللبنانيين؟ اليوم المطروح مش سوى الطايف السني الكريمي من هو الأول في هاجه طايفي. خلينا نذكر إنه نحن الرئيس شهيد رفيق الحريري عمل حيثية كبيرة عندما أصبح رئيس مجلس فزراء طبعا خلفوا الرئيس سعد الحريري وبالتالي خلينا نذكر إنه طيار المستقبل كان عنده أكبر كتلة نيابية تقريبا في مجلس نواب. نعم. اليوم الرئيس على الحريري يعني استنكف أو قاطع أو اعتكف أو ودعا طبعا إنه أنصاري أنا ما يكترعوا. يعني هذا هو الكلام السيئسي. اليوم فيه صراع يعني أولا المفتي عاد إلى الواجهة. الرئيس فؤاد السانيورة طبعا عاد إلى الواجهة ويدعو إلى الانتخابات بكسافي ويحذر من عدم الاقتراع. عودة السفير وليد البخاري وفي هذا التوقيت بالذات يعني تغطينا على كل العزمة العلاقات بيننا وبين المملكة العربية السعودية. وكل دول الخليج. وكل دول الخليج وعدنا تحت إطار المبادرة الكويتية. عاد الشفراء الخليجيون إلى لبنان في هذا التوقيت. وكلنا نعرف إنه الحيثية السياسية التي شكلها عودة السفير وليد البخاري من خلال المآدم الإفطارية ومن خلال طبعا الإصرار على المشاركة في العملية الانتخابية وعدم السنكاف السنة عن التسويت المهنيت. خلق هذه الدناميكية. فإذا اليوم السؤال المطروح هو ليس فقط اقتراع يعني السنة إنما طبعا من هي الزعامة الجديدة التي سوف ترس إلى حد ما طيار المستقبل والرئيس سعد الحرير. ومن هنا نرى الصراع القائم حاليا تحت شعار الانتخابات أو عدم الانتخابات هو الصراع من سيكون الأول في الطائفة السنية بعد اعتكاف الرئيس سعد الحريري وطيار المستقبل. بالـ 2018 نحكي كثير عن تزوير بها العملية الانتخابية تعتقد رح تفرق الـ 2022 رغم حدة المعركة عن الـ 2018؟ طبعا في يعني أولا حتى بالـ 2018 في سنة ديء حوالي 3-4 سنة ديء ما وصلوا بعد لليوم من الاضطراب. أنا بتصور أنه اليوم يمكن الفوضة تكون أكبر. أكبر من الـ 2018؟ طبعا طبعا. لأنه الأجواء اللي كنا فيه بالـ 2018 تغيرت. ياريتنا بعضنا من الـ 2018. صحيح. صورنا هلأ بـ يعني أولا شراع على مستوى هوية لبنان ومستقبل لبنان انهيار على كل المستويات المالية الاجتماعية المعيشية الصحية التربوية إلى ما ونالك. قوارس من البلد ما في شيء ما عندك كهرباء ما عندك مدرسة ما عندك سيدلية ما عندك مستشفى ما عندك دولار ما عندك مصرف ما عندك فرص عمل وغلاء ما عندك مزوت ما عندك كهرباء ما عندك بنزين. بعدين شو يعني أنه اليوم أنا برأي الشعب اللبناني تجاه باقي الدول لو كانت غير دول عند هالفوضى كانت ناشى عكلة بعضها. بعده الشعب اللبناني لحد ما يعني ممسوك أمن. ليش لأنه اليوم في مساعدات قبل الانتخابات. حتى المساعدات ما بتي فيه يعني اليوم المساعدات عن طول أنا برأيي لشريحة معينة خلالي نحكي أنه اليوم الذين يطلبون المساعدات فالسبعين بالمية مش شعب اللبناني. شو بدك بالقصة هيدين والله خمسين واربعين هيدا حكي لم يعد هناك من طبقة ووسطة في البلد. لعيش في البلد اليوم أما أنه عنده خيه عائلته بره هتمدلوا شي الدولارات هوني أو عنده فعلا كان سروي مخباها بالبيت ما حطها بالمساعدة. يعني حاول هلا إستعمال. والله طلع زاكي. لذلك أنا باعتقاد اليوم أنه شو حتى أنا لو وظيفي بالدولة أنا مرضى بالدولة خليه يقول إن والله كنت على الدولار الالف وخمسمية أو بعد أربعة مليين. بعد نحل الله بعد وظيفة مليين أربعة مليين أربعة مليين شو بيال مليين؟ مئة وخمسة وعشرين دولار مليون وخمسة شكرا. مولد الكهرباء باقتتفعله بإخلشة. يوحده. مولد الكهرباء باقتتفعله بإخلشة زادت مئة دولار أربعة مئة دولار لأنه هلا عدوا الارسار. قبل يومين من انتخابات المغتربين من بعد البلبل كل اللي صارت بموضوع ووزارة الخرجية اليوم بتعتقد راح تمر هذه الانتخابات على خير ورح يكون في شففية بهيدا الموضوع. أنا ما نشايف هيك أولا يعني المغتربين تأشروا بعدة عوامل. العمل الأول هو إنه عدم وجود تنظيم كامل بعدنا لحد هلأ ما عرفنا النفقات من بدو غتليها. الدولة اللبنانية أو إنه. الوزير الخرجية مستعد يشحد كلمة. يعني نشهد نحن. طلبنا طلبنا من عديد. هو عم يشهد على أساسها اسمه عم يشهد على ظهرنا. طلبنا من عديد من الدول إنه عمنونا التغطي. نعم. اثنين نوحتي باقي هاي الصفير اللي قاعد بره منه عن يصلوا ردب. مش عني قبط. أو إله ثلاثة شهور مكسور ردب وموصل له. طيب بقلك خي أنا شو بردي بقى بك. أنه جيد قليف جديد وكذا والأخرى. هذا عام الأساسي. معقول يعني في بعض الأنصليات ليشاركوا بال. طبعا طبعا طبعا. في صفراء. في صفراء. مع عشاتهم لحد دل ما وصلت بالدولار. حولي بردو بره بالدولار. أوكي بس معقول تأثير هلأ على نهار الزراع. طبعا طبعا كله بأسر كله بأسر كله بأسر كله بأسر كله بأسر. اليوم أنا بلكون متحمس للانتخابات وحقوقي ووصلت لي شيء. وقتي بكون مصرح وقوقي منه وصلت لي والله بقوم بالكجع يا خي ايه بقوم بالحد الأدنى. بمعنى أنه في فرق بين يعني هذه الديناميكية وتلك الديناميكية. ألف إلى ذلك يعني اليوم كمان المغترب إنه أخي إذا ما فيه تغطي إنه أنا بدي أمشي. سبع ساعات أو ثمان ساعات بالسيارة. تأوصل لشندوق الاقتراع أو بالتيارة أو كذا. إذا ما فيه حدا أن ينفق لي. التكلب إليك أخي أنا متحمس أوكي. بش أنا طبعا بره عندي حسابات مختلفة. يعني عني بي جي معينة. أكيد ما رأي حط يعني التكلف. ما فيني أنا أتخطها. وخاصة إذا هو بمنطقة أو مرته بمنطقة تانية. فيه حماسة بقلك. فيه حماسة عن المغتربين. لكن هالعنشر هاي دي بتأشر كلها على العملية الانتخابية. بتخليها شوي يعني إلى حد ما فوضوية أكثر ما هي مناسبة. يعني مدير تحرير موقع سفير الشمال ببرنامج الحاكم السياسي بيقول أنه الوزير عبدالله ابو حبيب. ما بيتحمل مسؤولية. ولكن الطيارات اللي مسكين البعثات الديبلوماسية في السابق. اللي هني عنده التعيينات يعني. هني اللي بيتحملوا هذه المسؤولية. برأيك مين اللي عم بيعرقل. الوزير ابو حبيب. ولا الموظفين. لشكل وزير خرجي. عنده سلطة معينة. لشكل وزير خرجي. لكن بدي يكون صريح. منذ اتفاق الطائف حتى اليوم. لم يعد هناك من ولاة. للدولة اللبنانية. لمفهوم الوطن كوطن. بقدر مهونها كولاء للزعامات. بمعنى أنه. ولاء السفير برا أولا للزعيم الذي زعينه. أو زعيم الطائفي. أو زعيم الازهب. للحزب أو للطيار. ومن ثم الوزير الخرجية. لذلك اليوم. يتأثر أو تتأثر البعثات. أو غالبيات البعثات. أنا لا أريد أن أعمم. لأنه. في سفراء الحقيقة مشهود لهم بوطنيتي. نعم. ولكن بالنتيجة. أنا بعرف كثير. ومن خلال خبرتي. أنه. التعرير كان يوصل لزعيم الطائفي. أو زعيم الحزب. اللي عينني. قبل ما يوصل. لوزير الخرجية. أو لرئيس الجمهورية. فإذنين عسابهم الشابين. طبعا. لأنه بقلك أنا أخي. هيدا خانتي. هيدا الزعيم طبعي. هو اللي وصلنا هون. هو اللي بيحميني. وإذا في بكرة تشكيلات دبلوماسية. برجعلوا بحطني. يعني بتعتقد الكلام عن. تسريب الداتا طبعا المغتربين صار. أنا باعتقادي إلى حد كبير نعم. أنا. هل اليوم. مثل ما قلت لك. في حماس. لا شك. خصوصا عند الطيارات والأعجاب. اللي هي رداكالية بكل معنى الكلمة. والمنظمة. إه. لكن بالمقابل اليوم إجا كان ما في. هل. ما يسمى العمليات اللوجيستيجي. أي مشاعدة المنتخب. أو المواطن. للرسول إنشاء الدكتراع. هذا بحد كتير من. الحماس. وبالتالي طبعا. اه. كان هناك تعويل على المتمولين اللبنانيين المغتربين. إنه غايته جزء من هذه العملية. هلأ في بعض المتمولين. يغطون طبعا. الجماعات التي تنتمي. إلى خطهم السياسي أو الحزبي. يعني أنا مستعد إنه والله إيه. كرمال الحزب أو كرمال هالتيار إنه ضحي. مش إنه والله كرمال العملية انتخابية. لا. هاي دي بعد وردي. لكن اليوم أنا برأي أضعف. مكون في العملية انتخابية الإقتراعية. هي الدولة اللبنانية. ووزارة الخارجية. نظرا. للحال. التي وصلت إليها البعثات اللبنانية في الخارج. وبالتالي. يعني خلينا نذكر نحنا. قبل بشهرين أو بثلاثين. طلع تعميم. من وزير الخارجية. نعم. إنه أخيي. المقرات بره. لغالة السمن. تركوها وبحاشوا عن مقرات جديدة. للسفرات. بأحياء شعبية أو أحياء. طبعا يكون. يقدروا يغطوا. يعني بكلفة أقل. يكون كلفة الأجار. أقل. طيب هيدا شو. يعني أعني تنقل البعث من مكان إلى مكان. هيدا بدو يرجع يهتم بالانتخابات. وتلفن لفلان ما باربعية مقاطعة. وإلى آخرية. يعني خلينا نحكي الأمور كما يجيب. ليش تم تطيير جلسة الثقة بوزير الخارجية عبدال أبو حبيب. ومن بعد ما القوات تقدمت. بطلب طرح الثقة. وهي نفسها. ما شاركت بكامل النواب لتأمين النصاب. أنا برأيي. بحكي بكل شرح. أخطأ القوات. نعم. درجة طرح. لأنه طرح متشرع. من الناحية القانونية المسؤول الأساسي والأول. عن الاقتراع. هو وزير الداخلية. وزير الداخلية دون. بالدول الدمقراطية البرة. هو الحاكم الفعلي للبنان. نعم. دوره أهم من رئيس جمهورية. وأهم من رئيس المجلس الوزراء. وأهم من القضاء كله. لأنه هو المشرف على هذه العملية الانتخابية. بالدرجة الأولى. هذه مسؤوليته. طبعا في تنسيق بينه وبين وزارات. هذا عمر طبيعي. في تنسيق بينه وبين وزير الخارجية. هذا عمر ضروري. لكن طبعا المسؤول الأول هو وزير الداخلية. الثاني. بك تاخد الأحجام السياسية في البلد. أن اليوم إذا أنت بدي أقدم أنا طرح سيقة بوزير. ولا أملك الأكسرية في مجلس النواب. ما نتشعر نملك. أنه مجيد نهدر الفراش أنه السجل موقف. وبالتالي فعلا أنا شوفي جلسي أنا باعتقاري. كنا نعطي سيقة للوزير عبدالله أبو حبيب. كنا بغنى عنه. ثلاثة أنه اليوم تعملها الخلل. داخل الحكومة حتى بدي أقول أنه طرح السيقة. وأبو حبيب صار بره. بدنا عين وزير الخارجي. وكذا والأخري على مرحلة أشبيع من الانتخابات. ولكن هايدي وش بيت النواب يعملوه. اليوم الوجبات يا شك. المشاريع هو دج سوري. أنا منحق القوات اللبنانية أنه تطرح. برأيك أخذوا هيدا الأرار. لكن أنا أنا نحكي من ناحية العملية. برأيك أخذوا هيدا الأرار. أو أخذوا أرار بهيدا هالخطوة. لأنه التوقعات تبعيتهم اكتشفوا أنه ما راح يكون الرقم يلي هن متوقعينوا بالاغتراب لمصلحتهم. عم بيجربوا مسبقا يحضروا حجة. كرميل يرموا المسئولية على الوزير ابو حبيب أو على حدا بالحكومة؟ بدلت أنا شراحة بعض القوات اللبنانية برأة أكثر الطيارات السياسية لعن جيش. ولكن المجموعات التغييرية مش أكثر؟ دعني أقول أن الأول منهم هو السناء الشيعي. في المغتربات حيث أفضل الشيعة هناء الأقوى. ولكن على المستوى المسيحي باعتقادي. في طيارين ويأتي الثالث بعدين. أولاً قوات اللبنانية اثنين الكتاب عن جيش برا لها دور. ومن ثم الطيار الوطني الحر. علماً وبحكاية بكل صراحة. وزير خارجيات لبنان جمهران برسيل أول وزير خارجي في لبنان يزور كل المغتربات. معرفي ساسمر القصة هذا يعود لأله. ولكن نحكي من الناحية الوطنية. أول وزير خارجي منذ العام 1943 يزور كل المغتربين بأسقاع الدنيا. وبالتالي يجكرهم إن والله في لبنان وفي حكومة فوزير خارجي. بس كنا نعمل حملة للطيار وطني الحر. هلا بالنتيجة قدر الساسمراء أنا منيش هي بداش عني الساسمراء. عند اللقاءات بكل الزيارة يسفرها على حساب الدولة. يرجع يكون فيهوني كمال اشتبه. هلا اليقوم على حساب الدولة هيدا من. تحصيل حاصل يعني. هيدا تحصيل حاصل طبعا وزير خارجي. ولا ولا إذا كان ما فينا يتحمل تكاليف وزارة خارجية القوة. هيدا ما فينا نحكي هلا عيدي التكاليف إنه والله يروح يشمل هوى على الدولة. لا أنا برأيي أي وزير خارجي عنده هيدينميكية مجمور يلاحق مواطنية ومسلحهم. أنا ما نعندي يفلع. يقال إنه استثمراء للطيار والطني الحر. أنا ما نشايف. لأن اليوم الكل عن يقول إنه والله يمكن الاغتراب. أو شرط الاغتراب إلا إنه يكون لمصلحة الطيار. سيكون لمصلحة طبعا الفرقاء الآخرين. المردي، الكتائب، القوات إلى مونالك. والمجموعات. طبعا يعني حتى اليوم. سي جورج. أنا برأيي الأقوى. الأقوى الشيعيا برا هني الشنائش يعني. سي جورج علم يعني مرحلة ما بعد الانتخابات. مرحلة سودوية. من هم بتبلش؟ وين بتنتهي؟ هل في إلى أفق إنه تنتهي المرحلة السودوية؟ أو بتشوفها لبل بالعكس مرحلة إيجابية وآدمين على تغيرات؟ إذا لم يكن هناك عملية إنقاذية دولية، نحن جاهبون إلى الارتطام الكبير. يعني بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. إذا لم يكن هناك حاضنة دولية، إذا لم تكن المجموعة الدولية لدعم لبنان بمبادرة لإنقاذ لبنان، نحن جاهبون إلى الارتطام الكبير. بس الانتخابات شو رحت شو رحت؟ ولا شيء، الانتخابات، إذا لم يكن هناك عناية دولية أعود فأكرر. أو إلهية؟ حزب الله سوف يحكم لبنان، سواء نال الأكسرية في مجلس نواب أو نال الأقلية. ورح الكلام؟ صحيح. حزب الله سوف يحكم لبنان، سواء نال الأكسرية في مجلس نواب أو نال الأقلية. لكن أقول، شو المطروح؟ المطروح، هذه الانتخابات التي يشر عليها المجتمع الدولي، والتي تجري رغما عنها بإرادة دولية. لأنه برجع بقول، لو طريق الأمر لأنا كل ابنانيين، ما فيه انتخابات، ما عدا إلو مصلحة. ما إلو مصلحة اليوم أحزاب منظومة تسرية؟ لأنه برجع بقول، المنظومة يوجد إجادة أيضة الشرائية، بس اليوم أحزاب المنظومة، تقول لي، اليوم التغيير انتهى، لذلك اليوم، لا من مصلحة رئيس هذا الحريري كان أجر على الانتخابات، ولا من مصلحة جبران بسيل، ولا حتى من مصلحة القوات، ولا وحزب الله والسنائي، حزب الله والسنائي الشيائي مرتفع على وضعه، حزب الله والسنائي الشيائي مرتفع على وضعه، والله بدون يرجع نفس الحزب، ودلي أنه، ودلي أن المرشحين الشيعة من خارج السنائي، لغيت عليهم وانسحبهم، وبالتالي، أشبخه صافية لبن، يعني فيما يتعلق بيئة تمشيل الشيائي، لذلك، إذا كان القرار المحلي أنا برأيي لا مصلحة للكثير من الفعاليات بإجراء الانتخابات لكن أولف أقول أن هذه الانتخابات إنما هي بقرار دولي هذه القرار الدولي برأيي مربوط بمشروع ما المشروع ما هو الوصول إلى مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة وبمشعة من فرنسا بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية ومصر والجامعة العربية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع المجموعة الدولية لدعم لبنان لإيجاد خارط الطريق لهذا الوضع خارج هذا الإطار نحن نزاهبون الارتطام الكبير لأنه ب16 شهر طول النتائج ب17 بدنا ننتخب رئيس مجلس نواب بالطول البقرة حجب الله يقول الرئيس بيبري ولا أحد طيب قال الرئيس بيبري حتى الآن عن برأي في ثلاث كتل أشاشية قالت ما بدني القوات اللبنانية طيار البطن الحق قال النائب جورج عدوان مش محسومة لبعلا الانتخابات بجعب والله شمعت أنا كمان من غير نحنا كلنا سمعنا وجدنا سمعنا وطبعا حجب الكتائب حتى الآن بيقولك أنه أنا مرح انتخبه طيب هذي ثلاث قوة مسيحية أشيئة بغض النظر عن المردي المردي أكيد يعني ننتخبه لكن ألا بتغيير موقف مبعرف أوكي انتخبنا الرئيس بري تاني يوم بنعمل تكليف بدنا نعمل استشارات نيابية منجمية لتشكيل الكومي للرئاس الكومي فتنة بالتوجير أنه أنا بدي الحصة وبدي هالحقيب بدي كذا طيب عال فتنة بالانتخابات الرئيسية أشفح تعلق الأبواب والبابا جاي بـ 12 و 13 غيران بنحضر البابا يعني إذا تركت العملية محليا نحن جاهبون الارتطام الكبير يعني ما ما هو وقت طيه ضبطوا شي بالبلد ما خبرك جاهبون الارتطام الكبير لكن أنا عندي قناعة أنه هاجي الانتخابات أيا تكون النتائش قطوي مطلوبة لمشروع كبير يقود إلى حادنة دولية للبنان تحت شعار مؤتمر خاص بلبنان هذا المؤتمر سيغير الطائف هذا المؤتمر سوف يشذب الطائف بمعنى أنه بفضل الممارسة تبين أن هناك الكثير من العيوب داخل الطائف يجب معالجتها لأنها طبعا أوصلت بلد إلى ما هو عليه اتنين أنو خي لا نحن بدنا الأمركزية إدارية مالية اقتصادية وحتى السياسية خي مالا شي ما في مناع يعني فيدرالية فلتكون فلتكون إذا اليوم ما بنا نتفاهم في نهاية بعدنا ضمن نزام دولي وحدة إذا اليوم ما بنا نتفاهم إذا ما بده حجم الله يعود تحت شقف الدولة كما يجيب فباعتقادي على الارتطام الكبير قائم إلا إذا كان هناك من خيار أن تكون جبهة وطنية عريضة تضم شيعة وموارني وكاتوليك وأرسوزوكس ودروز وسنة وكذا من كل المكونات اللبنانية لا لا بتقول أنه لا للسلاح حجب الله وبالتالي هذه الجبهة العريضة تتسلح أنا لا أقول الزهاب إلى حرب أهلية إطلاقا ولكن يكون هناك تواجن قوة على الأرض أنت تتسلح تدعي أن هذه المجموعة تتسلح أنا أنا أقول أحد الخيارات التي تكلمت طروحها يعني إذا فيه عناية دولية لإنقاذ الدولان فيه عندنا هذا المسار التاني هذا المسار التاني تعمل الوحدي بالبلد قائمة وهذه الوحدي طبعا لا تكون طائفية أنا أقول تكون مشاركة بكل الطواقف يعني لازم يكون فيه كوة مثل مثل ما حزب الله تواجن قوة تواجن قوة إيه؟ عندك سلاح أنا عندك سلاح بس أنت لوحدك أنا عندي مجموعة حتى من الشيعة خارج إطار الصناعي يجب أن يكونوا في هذه الجبهة أنا أقول جبهة من كل الطواقف مش أنه والله موارني أنا أقول من كل المسيحيين من كل السنة من كل الدروس وأيضا من الشيعة بس رحنا على حرب كده تكون حرب كده تكون تواجن قوة في الداخل وبالتالي هذا التواجن القوة يؤدي إلى تغيير معين أو إلى إعادة عقد اجتماعي حول أي لبنان نريد أي نظام نريد أي تواجه نريد هذا الواقع لأنه شلنا لوضع مشير اليوم بتقول لي أنه والله شو عن تحكي أنه لا شلال رصة أنه بس قطاع مصرفي أو دولار أو فريش دولار أو نحن أمام لبنان المستقبل أي نظام وأي دولة ولا ما فينا نكون هايك يعني هلأ شو بتغير الانتخابات انتخابات مرة غير شيء يقول لك أنا إذا لم يكن هناك عناية دولية منوصل بـ 16 ما تنوصل لهيدا نظام اليوم حزب الله إنو خير هلو الحق كوني بأكتري وأقلي وكشا نحن هيدا خيرنا طيب شو عملنا ما غيرنا شيء ملنا عن تخابات بعد هيدا طيب بس اليوم اليوم الفرق إنو اللي بدي يقعد على الطاولة يفرض هيدا النظام أو يحكي حتى بهيدا النظام بدي يكون عم بيقعد على طاولة من بعث من كوة شعبية يعني من انتخابات شو تعمل؟ اليوم إذا الأكترية بقيت مع حزب الله كمان رح تأثر على بالطرح يعني اليوم عم ينطرح بوقت اللي بدو ينحكي بموضوع تعديل النظام أو تطويره أو التسمية يلي بتناسب كل واحد رح ينحكي اليوم بالمناصب رح ينحكي اليوم بموقع رئاسة الجمهورية رح ينحكي بموقع حكمية مصدف لبنان قائكيات الجيش أنا معك أنا معك منطقي انت بس أنا بدي أرجع للنواح اللي عملية بس ما حسب الأحجام ما بتتأثر عال لا لا ما بتأثر ما بتتأثر يعني بتنزل منزلة إذا لم يكن هناك برجع بقول يد دولية لإنقاذ لبنان حزب الله واضح سواء كان له الأكثرية في مجلس نواب أو كان له الأقلية اليوم هاجه الحزب الذي أوقف الانتخابات الرئاسية سنتين ونص لأتي برئيس الهمات بالشلعون لما كان في أكثر يتغير لما غيرت كان سعد الحريري وكان لأنه هيدول جماعة مستسلمين مش شو هيدولي جماعة مستسلمين يعني هيدولي من الألفين وخمسة للألفين وستاش ولا مرة مش هيك عم نراهن نحنا عم من هم الأبطال التي سيقعدون يعني وليتي بلاط لا رعي يرجع للمجلس نواب لا برأيك رح يرجع ياملوا نفس التسويين سمير جاعزا لا رح يرجع وياملوا نفس التسويين رح يرجع ياملوا نفس التسويه هو صنيع عناية دولية منذ أن كان حتى اليوم حاجة بقى نحكي بطولات و43 وقلعة راشية والاستقلال وكذا وهذا الموزيك الاخرين مع احترامي لكل يعني الوجوه الاستقلالية هذا البلد هو دائما تحت الرعاية الدولية جهبنا إلى الحرب نيف وسبب آخر سنة دمرنا حالنا اجت رعاية دولية عملتنا اتفاق الطائف انه هاجئتي في اتفاق الطائف رحنا على الدوحة وجعنا بالرئيس ميشيل سيمان رئيس للجمهورية مسؤوطة ولا عني حكي وقائعنا انتخب في الدوحة قبل ان انتخبه مجلس النواب طبعا حزب الله رجع مسك الموضوع وبالتالي لم يكن هناك لا دوحة ولا طائف عطل الانتخابات الرئيسية سنتين ونصف وفرض الرئيس العماد مجل العون رئيس الجمهورية هلأ وصلنا لهون شو بك تعمل انه فتنا يعني اكسري واقلي وبعدين شو بتم بجي بقلك انه انا بدي الحقيبة الفلنية عبكرة بدي الرئيس الفلان يعني لا تغيير بالوضع عبكرة بدي الانتخابات قبل تغيير جوهر برئاسة مجلس النواب بداية السيناريو بنتذكر بعضنا لا لا عم تحكي صحيح يعني اليوم هدا السيناريو ما في سيناريو تاني بطلع انه والله الرئيس نبي بره هو رئيس مجلس النواب ولا احد غيروه قل يسترجي زعيم شيعي يترشح الى رئيس مجلس النواب سواء نال اكتري مشحية او منال اصبح رئيس عمر واقع هلأ هو الرئيس بره او اي شخص تاني يعني بسميه ايه طبعا 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 ايه طبعا طبعا بقلك ممكن مكره محمد رعد ما احفظه الالقاء او علي حسن خليل او ايه او علي حسن خليل او الى خليل طيب شو منام الصحافة جورج علم شكرا على هذه الحلقة بعد ما بلشنا واهلا وسهلا فيك يعني قطع 40 دقيقة وما حسينا احنا فيه شكرا بعدك شكرا مني ومشاهدين الكرام مني ومن فريق العمل شكرا على حسن المتابعة ومن التعبح الاجتماعي اشتركوا في القناة